المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة مع انطلاق المناورات البحرية المشتركة الإيرانية الروسية الصينية اليوم هل اكتملت عناصر التحالف بين القوى الثلاث المناورة تنقل التعاون بين الدول الثلاث إلى مستوى عسكري يتخطى صفقات السلاح فما هي الرسائل إلى واشنطن وحلفائها أنا أعتقادي أنها أخذت عبرة من هذا الخطأ فلم ترسل بريت مكوب ثاني وأقولها وأتحمل مسؤوليتها لكنها جعلت رئيس الجمهورية الحالي يقوم بدروبرة مكوك الخزعلي يقول الميادين أن رئيس الجمهورية يقوم بدور المبعوث الأمريكي في العراق ويخيره بين الاستقالة أو الإقالة أو القيام بواجبه الدستوري للمناورات العسكرية في معدها الأول أهداف أبرزها الجاهزية واستعراض القوة أهداف تنسحب على المناورات الإيرانية الروسية الصينية البحرية المشتركة لتكتمل معها عناصر التحالف بين الدول الثلاث مع التعاون السياسي والاقتصادي وللمناورات رسائل سياسية موجهة مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها وفيما تفشل واشنطن بتشكيل تحالف لحماية الممرات المائية تنجح الدول الثلاث في أهم الممرات البحرية وفيها إشارة إلى حرية الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية وهي ضربة للحصار والعقوبات على إيران كما هي التفاف على محاولة محاصرة الصين وتأمين لمشروع الحزام وطيق الحرير بحرا وبرا وفي المسائية نناقش مواقف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي خلال لقاء مع الميادين فهو اتهم الرئيس العراقي برهم صالح بأداء دور المبعوث الأمريكي في العراق وطالبه بالاستقالة أو القيام بواجباته الدستورية أو تدعو الكتل السياسية إلى محاكمته بتهمة خيانة الدستور بمناقشة هذه الملفات معي هنا في استوديو الميادين الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ محمد فرج ومعي من بغداد رئيس مركز أكد لي الشؤون الاستراتيجية الدكتور حسين علاوي يحييكم ضيفي العزيزين ونبدأ هذا الملف بالحديث عن المناورات التي انطلقت هذا اليوم المناورات البحرية المشتركة الإيرانية الروسية الصينية تجري في منطقة استراتيجية وتحمل أهدافا أبعد من مجرد تدريب على مواجهة القراصنة بل توجه رسائلها الرئيسية باتجاه أمريكا وحلفائها في المنطقة هذه قراءة من طهران لملحمرية إيران وروسيا والصين أكثر الدول عداء للولايات المتحدة أو تنافسا معها تجتمع في مناورات مشتركة للمرة الأولى وفي أكثر الممرات المائية استراتيجية وحساسية شمال المحيط الهندي وبحر عمان أصبح مسرحا لمناورات بحرية مشتركة لأربعة أيام تهدف إلى مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة والحفاظ على أمن الممرات المائية وحرية التجارة الدولية هذا ما تظهره المناورات لكن ما تبطنه أبعد بكثير فالرسائل الأمنية والاستراتيجية التي تحملها لها بعد دولي وإقليمي يطال أولا الإدارة الأمريكية وحلفائها وإن دلت هذه المناورات على شيء فهي تدل أولا على امتقال التعاون المشترك بين الدول الثلاث من إطاره الاقتصادي والسياسي المواجه للعقوبات الأمريكية ولمشاريعها في المنطقة إلى تعاون عسكري متقدم يتخطى صفقات السلاح إلى ما يمهد لتحالف يضمن أمن هذه الدول ومصالحها الاستراتيجية بدءا بتأمين إمدادات الطاقة وتصدير النفط وصولا إلى مواجهة التهديدات الأمريكية المترامية الأطراف أو إبعاد خطرها على الأقل خاصة في بحر الصين التي تحاول الإدارة الأمريكية انطلاقا منه زعزعة أمن الشرق الأسيوي إيرانيا تبدو المناورات غاية في الأهمية فهي تشير إلى فشل العزلة الدولية التي حاولت إدارة ترامب فرضها على إيران فضلا عن أن أي تحالف سيتشكل بين هذه الدول سيؤمن حرية الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية وسيكون سدا منيعا أمام التحالف المتعثر الذي تحاول الإدارة الأمريكية تشكيله في المياه الخليجية من دون جدوى من حمرية طهران الميادين أستاذ محمد فرج أسعد الله مساءك بداية ثلاثة عوامل ربما تختصر مشهد المناورات اليوم عامل الدول المشاركة والعامل الآخر المنطقة التي تشملها منطقة المناورات والتوقيت ماذا عن أهمية العوامل الثلاثة في هذه المناورة نبدأها واحدة واحدة إذا سمحت تحية طيبة لك عزيز كمال يمكن الحديث بداية عن الثلاث عناصر الدول المشاركة والتوقيت والمنطقة في السياقات التالية يعني بداية هذه المناورة يمكن الحديث عن أبعادها أو دراسة الأبعاد الرئيسية التي يمكن استنتاجها منها على ثلاث مستويات المستوى الأول مستوى الاقتصادي والمستوى الثاني مستوى تجاري والمستوى الثالث مستوى عسكري على المستوى الاقتصادي نحن نتحدث أن الدول المشاركة في هذه المناورة هي دول من الدول المهمة في إنتاج النفط والطاقة ونتحدث في هذه الحالة عن إيران وروسيا والمستهلك الأكبر الجديد وهو الصين بمعنى أن الذي جمع بين هذه الدول علاوة على الشراكة الجيوسياسية التي يمكن أن أتحدث عنها لاحقا أن دولتين هما من الدول المنتجة للنفط بشكل كبير والطاقة بشكل أو بآخر والطرف الثالث هو المستهلك الأكبر جديد وهو الصين في صراع اقتصادي واضح مع المحور التقليدي الرئيس مالي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية في الشق الآخر الشق التجاري أن هذه الدول تحاول حماية الممرات التجارية المستقبلية التي تتسق بشكل مباشر مع المشروعات التي تطرحها سواء كان مبادرة الحزام والطريق من الطرف الصيني أو سواء المشروعات التي تقدمها روسيا في الاتحاد الأوراسي وما إلى ذلك وإيران مشتركة هنا وهناك بمعنى أنها تكون عضو أو مراقب في منظمة وأمن الطاقة أيضا أستاذ وأمن الطاقة في منظمة تشنغهاي أو حتى في الاتحاد الأوراسي أو في دول بحر قزوين أو ما إلى ذلك هي موجودة في كلا الطرفين إذن إذا تحدثنا عن جانب اقتصادي وتحدثنا عن جانب تجاري يجمع هذه الدول المشاركة وفي النهاية يجب أن يتم تأمينه بشكل أو بآخر بالإطار العسكري وعندما نتحدث عن إطار العسكري الصين قوة بحرية واعدة بمعنى أنها مرشحة المركز الأول على مستوى القوة البحرية في العالم روسيا وإيران هي أهم قوة بحرية موجودة في بحر قزوين أمن الخليج أو الحال الأمنية والعسكرية في أمن الخليج الآن تتغير الأسطور الخامس الأمريكي تتغير على الخليج وبحر العرب ومضيق هرمز المناورات تجري في توقيت حساس هذا التوقيت اللي ولاية المتحدة الأمريكية فيه تفرض عقوبات تفرض عقوبات على إيران في خروج النفط الإيراني من هذه المنطقة تزيد من تواجد العسكري في هذه المنطقة في توترات مع السعودية في توترات باليمن على ساحل البحر الأحمر يعني التوقيت أيضا حساس لهذه المناورات ليس كذلك طبعا يعني في جانب التوقيت المناورات التي تحدث يعني انتظار المشروعات الكبرى كما تحدثنا يتطلب إجراء سريع نحن نعرف أن مضيق هرمز يمر فيه أكثر من 40% من النفط المستهلك عالميا وبات هناك من الحاجة بعد تضييق العقوبات على الدول الثلاث سواء روسيا والصين وإيران جميعها تعرضت إلى عقوبات أمريكية على أسس غير قانونية مع أنها تمتلك القوة الاقتصادية لرد عليها الآن نرى تمظهرات هذا الرد بوجود قوة عسكرية في الخليج تغير من المعادلة السابقة تغير من حجم وقوة الأسطول الخامس لأمريكي في المنطقة أنا برأيي أن الأسطول الخامس لأمريكي هو الذي سيعيش أزمة خلال الفترة القادمة وليس هذه القوة الصاعدة سبحنا نأخذ رأيي الدكتور حسين علاوي أصعد الله مساءك دكتور حسين عندما نتحدث حياك الله نتحدث عن هذه العوامل الثلاث الدول المشاركة المساحة ومنطقة العمليات والمناورة والتوقيت وأيضا في عامل يتعلق بالرسالة أو الرسائل السياسية هل يمكن أن نتحدث عن رسالة سياسية مباشرة للولايات المتحدة في منطقة حساسة وحيوية مثل منطقة بحر عمان الخليج ساحل البحر الأحمر والمحيط الاندي يعني أكيد ما يحصل خلال أربعة أيام الذي قضى منه يوم واحد وهناك ثلاثة أيام بالمناورات العسكرية تجري هي رسالة سياسية عسكرية بامتياز وأن إيران تريد أن ترسل رسالة من خلال بحر العرب والمحيط الهندي أن تجارة العالم قد تكون أو تتعرض إلى التلويح خلال المرحلة المقبلة أن استمرت أزمة الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعد طبعا نجعل الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقات الحصار الأمريكي على إيران وكذلك تعويق قدرة الشركات الروسية والشركات الصينية على الحصول على الموارد المالية والموارد النفطية والموارد الاستثمارية وكذلك البرنامج النووي الإيراني الذي تعمل به الشركات الروسية بعمق وقوة وعمل مستمر وهذا بالتالي ما يجعل الحالة الآن الآتية هي رسالة ردع تأتي أو تتوقعها إيران ممكن أن ترسلها إلى التحالف البحري الذي تشكله مؤخرا والذي تشاركت به إسرائيل والعراق فيه قبل فترة كان هناك تصريح لوزير الخارجية ضمن الحكومة المستقيلة وهذا كان قبل شهر قال أننا لن ندخل بهذا التحالف بصورة مباشرة ولكن نحن أعضاء في التحالف الدولي وبالتالي أجزاء كبيرة من التحالف الدولية في التحالف البحري وهذا التحالف جاء بعد قيام جهات ما زالت لحد الآن في العرف الدولي مجهولة لكن ما زالت في الموقف السياسي أن المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الماركية قد اتهمت إيران بهذا الموضوع أنه قصفت بعض ناقلات النفط لكن نحن هنا دكتور فيما يتعلق بالإماراتية والموانئ السعودية فيما يتعلق بهذه المياه نعم هنا العقدة نعم هنا العقدة نعم هنا العقدة أستاذ كمال أنا أتوقع أن توازن الرعب الآن بين الطرفين بين الحلف الذي تقوده الآن إيران وبين الحلف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واضح جدا أن توازنات القوة بدأت تتضح يعني وجود قوة بحرية كبيرة مثل الصين وكذلك روسيا مع إيران قد يعقد المشهد على التحالف الآخر الذي بدأت أن هناك طائرات للكيان الإسرائيلي مسيرة تسقط بين الحين والآخر عندما تقترب من الحدود البحرية الإيرانية أو كذلك الحدود البرية الإيرانية المطلة على بحر العرب لأن هناك على ما يبدو كذلك حرب سبرانية بين الطرفين كانت تجري وبالتالي إيران تريد أن تختبر قدراتها الفنية الآن من خلال التوازي مع القوات الصينية وقوات روسيا النهرية نعم لابد أن نتذكر بأنه الفترة الماضية بعد شهر أيار مايو فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران وتحديدا على الممرات المائية وعلى عملية نقل النفط أستاذ محمد فرج وهددت بتصفير نقل النفط الإيراني من هذه المنطقة الحيوية اليوم المناورات تجري تقريبا في ثلاث مضائق أو بين ثلاث مضائق مهمة باب المندب من جهة هرمز ومضيق ملقة نحن نتحدث عن ممرات حيوية مائية هل هذا يعني أن إيران معها حلفاء من دول كبرى استطاعت أن تكسر هذه الضغوط وتؤكد على أمن وحرية ملاحتها وحرية مرور نفطها وحرية تحركها في هذه المضاءة يعني خلينا نتذكر أنه أيضا إيران أطلقت طائرة استطلاع سابقا على الأسطول الخامس في منطقة الخليج ولم يسقط طائرة الاستطلاع هذه وفي المقابل عندما أسقطت إيران طائرة الاستطلاع الأمريكية كان رد فعل واضح ومنذكر أن حاملة الطائرات أبرهام لونكلين في هذا الوقت بتعدت حتى عن الخليج برأيي أنا أتفق مع ما تفضل به ضيفك من بغداد بأن توازن القوة يختلف في منطقة الخليج وجود قوة بحرية كبيرة مثل الصين وروسيا إلى جانب الإيران مقارنة بالحلفاء الضعفاء نسبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية والبحرين أعتقد أن موازين القوة اليوم عمالها بتنتقل للمحور الآخر المتمثل بالجانب الصيني والروسي والإيراني يعني هون أنا بشكل مباشر ضربة قوية للحصار هل تمثل هذه المناورة ضربة قوية للحصار والحضر والعقوبات الأمريكية على إيران بشكل مباشر يعني بشكل مباشر الحصار عماله بتواجه بهذه الأدوات القوية وأنا برأيي أن هذه المناورة هي رسالة واضحة لفك العقوبات على الدول الثلاثة والمسألة الأهم من هذا المسألة الأهم من هذا أن المشاريع الاقتصادية القادمة على سبيل المثال مبادرة الحزام والطريق نحن عمالنا نحكي عن 62% من سكان العالم عمالنا نحكي عن مشاريع بـ 26 تريليون دولار وعمالنا نحكي عن طرق وسكاك حديد وموانئ بحية بتجمع الثلاث قارات الأوروبية والإفريقية والآسيوية الآن ما جدوى السؤال الذي يطرح نفسه في المرحلة القادمة ما هو المعنى الحقيقي ما هي الجدوى الحقيقية للعقوبات الأمريكية في المرحلة القادمة على تكتل اقتصادي تجاري كبير بهذا الحجم بيقدر أنه من خلال المشاريع اللي عماله بترحها يحصل تقريبا على 40% من الناتج العالم الإجمالي بمعنى معنى العقوبات الأمريكية كانت بيستند على الخطوط التالية أولا إما أنه بيستند على موضوع على موضوع البنوك المعاملات البنكية أنه إذا بدك تتبادل مع إيران ماشي الحال وروح خلص موضوع المعاملات البنكية اللي بدك تمر من خلال بنوك أوروبية وأمريكية أو بيستند على موضوع حماية إغلاقية وهذا الأسلوب اللي استخدموه مع الصين أو بيستند على أسلوب منع التنقل في الموانئ والمضائق البحرية الآن واضح أنه العناصر الثلاث اللي كانت تستند عليها الولايات المتحدة الأمريكية يتم واجعتها عمالها بتتفكك موضوع الموانئ بشكل عام هذه المناورة مثال من الأمثلة على تكسيرها موضوع البنوك الآن أكبر أربع بنوك في العالم هي بنوك صينية وليست بنوك أمريكية وليست بنوك ألمانية وليست بنوك أوروبية وفي المحور الثالث يجري العمل على الجانب العسكري وما إلى ذلك نحن أمام ماذا؟ نحن أمام عالم أكثر من متعدد الأقطاب أنا برأيي أن الطرف الأقوى خلال المرحلة القادمة ما نستشرفه خلال الفترة القادمة في المستقبل القريب ربما هو إزاحة الدفة باتجاه المحور الآخر نعم هذا يتطلب تشكل محور عضوي عسكري اقتصادي سياسي تحدث أمكانية ذلك لكن قبل هذا مشاهدين للمرة الأولى مناورات مشتركة بين إيران وروسيا والصين كما كنا نتحدث قبل قليل رسائل أمنية للأقليم والعالم هذا عرض لبيسان طراف أهلا بكم في ميناء الشبهار أقصى جنوب شرق إيران انضمت القطع البحرية الروسية الصينية إلى مثيلاتها الإيرانية للمشاركة معا في مناورات ستجري في شمال المحيط الهندي على مساحة تتجاوز 17 ألف كيلومتر مربع يعد ميناء الشبهار على المحيط الهندي والذي يبعد نحو 100 كيلومتر من باكستان أكبر الموانئ الإيرانية غير الواقعة على مياه الخليج البحرية الصينية أسلت المدامرة شاينينج المزودة بصواريخ موجهة لتعميق التعاون بين أسلحة البحرية في الدول الثلاث ثلاث سفن تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي ستشارك في المناورات الثلاثية وهي سفنة الحراسة ياروسلاف مودري ناقلة الوقود يالينيا وسفنة الأقطار والإنقاذ فيكتور كونيتسكي وسينفذ البحارة الروس والإيرانيون والصينيون أجزاء من تقنيات المناورة المشتركة مع تنظيم الاتصالات تقديم المساعدة لسفينة منكوبة إضافة إلى تحرير سفينة من القراصنة وستشارك المدمرة الإيرانية داما فاند في المناورة وهي مزودة بردارات متقدمة من تراز عين النسر وقد أعيد تصميمها وفقا لظروف بحر قزوين إضافة إلى مشاركة غواصة بعثة المزودة بصواريخ إطلاق عمود وستزن أكثر من ثلاثة ألاف طون وطائرات مسيرة عسكرية متطورة وعلى درجة عالية من التقنية والتحليق مسافة بعيدة لا يمكن عزل إيران والعلاقة مع روسيا والصين ستستمر بهذه القوى يقول مساعد قائد القوى البحرية في الجيش الإيراني غلام رضا طحاني هذه المناورات المشتركة بين إيران روسيا والصين والتي تجري لأول مرة منذ أثورة الإسلامية في إيران تحمل رسائل أمنية لكل دول العالم وتهدف إلى تعزيز وتقوية التجارات الدولية في المنطقة تبادل التجربة بين الدول الثلاث في مجال الأمن مواجهة الإرهاب البحري والقرصنة مشاهدين هذه القطع البحرية التي استعرضناها قبل قليل تجمعت في ميناء شباهار اليوم وغدا ستبدأ التنفيذ الفعلي لهذه المناورات في منطقة تمتد 17 ألف كيلو متر دكتور حسين علاوي في موضوع استراتيجية الضغوط القصوى على إيران والتي تقول الولايات المتحدة بأنها أنجزت عزل إيران حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يقولون أيضا إيران معزولة الآن لكن نجد اليوم بأن إيران إلى جانب قوتين عالميتين عظميتين أو عظميان هما الصين وروسيا جنبا إلى جمع إيران في مناورات عسكرية بحرية تقول بأنها للأمن والإرهاب وضد القراصنة وإلى آخره لكن في نهاية المطاف هذا تعاون عسكري بين إيران ودول كبرى هل هذا يضرب نظرية عزل إيران وأي رسالة أيضا يبعث بها للمحيط وللجوار وليأ الولايات المتحدة أيضا أستاذ كمال العزل الاقتصادي قد حصل يعني الـ Swift Code الآن كسيستم عالمي للنقد والمال لا تستطيع إيران أن تحرك أموال الآن في إطار دفوعات مالية تأتي من خلال مبيعات النفط أو مبيعات مواد أخرى تتبادل بها مع دول تجارية تتعامل معها إيران هذه المشكلة لكن المشكلة الأساسية أن إيران الآن لديها مرونة كبيرة في المجال السياسي وهذا ما يدل أن العزل السياسي لحد الآن لم يتحقق على صعيد عملية التفاعل والتعاطي مع دول كبرى يعني مثل روسيا والصين التي لديها استقلالية في السياسة الخارجية بعيدا عن التأثير الأمريكي الحاد وكذلك بالمقابل الصين وروسيا لديها مصالح استراتيجية متبادلة مع إيران هي تريد أن تبقى أو تستمر من خلال إيران نحو المياه الدافئة وكذلك أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط كالصين وبالتالي هاتين الدولتين لديهما مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع إيران إن كانت إيران الآن التي هي في إطار الدولة التي تعيش تحت ظل العقوبات وتستمر وتتعاطى في ظل هذه التفاعلات أو كذلك إيران التي قد تتحرر من العقوبات في إطار الاتفاق النووي الذي قد يعدل ويجري التعديل عليه خلال المرحلة المقبلة أو قد يُعقد اتفاق جديد في عهد الرئيس ترامب مع إيران وبالتالي يغير موازين القوة ويحرر إيران باتجاه المحور الاقتصادي وبالتالي المحور السياسي يتوسع كبير إذن العقدة الأساسية أن مشكلة التحالف الأميركي الذي تقوده الآن للولايات المتحدة الأميركية مع الدول المناهضة إلى إيران لديها مشكلة كبيرة في قضية الاستقلالية في السياسة الخارجية وهذا ما يجعل أن الروس والصين لديهم مصلحة استراتيجية أكثر من مصلحة تكتيكية تستمر مع إيران وهنا ستستمر عقدة التوازنات التي هي توازنات قد تكون الآن توازنات تكتيكية لكن هذه التوازنات التكتيكية من خلال مقارنتها طبعا بالتجربة العراقية ما قبل 2003 وكذلك التجربة الليبية ما قبل الربيع العربي وكذلك التجربة السورية ما بعد الربيع العربي أنا أتوقع المقارنة قد تكون في السلوك الروسي والصيني في استمرارية التحالف مع إيران فيها بعض التموجات فيها بعض التقلصات لكن بالمقابل على الصعيد التكتيكي الآن إيران نجحت في تكوين هذا التحالف لكن بالمقابل هل نستطيع أن نقول دكتور حسين بأننا نتحدث عن بنية تحتية أو نتحدث عن خطوات أولى أو مؤشرات لنشوء تحالف عسكري واقتصادي أيضا بين هذه الدول التي تعاني بشكل مشترك من عقوبات وإجراءات أمريكية عليها بشكل متزامن هو أستاذ كمال نحن نتحدث الآن عن حرب باردة في المياه حقيقة وعن إصراع على إدارة ممرات استراتيجية وحيوية جدا على ما يبدو دخول الصين والروس على هذا العمق الاستراتيجي الآن الموجود في بحر العرب وهو أن هناك ثلاثة مضائق أساسية تطلع عليها إيران وبالتالي إيران تحاول أن تستثمر الآن في إطار ما يحدث من تغيرات جيوستراتيجية في المنطقة وكذلك من تحولات كبرى باتجاه استثمارات الغاز في المياه الأقليمية ولذلك إيران والروس والصين الآن تريد أن تدخل على هذه العقدة الجديدة التي ستحدث خلال المرحلة المقبلة لكن في المقابل الرسالة الأساسية التي تريد أن تصلها نعم الرسالة الأساسية التي تريد أن توصلها إيران أن لديها مرونة في المجال العسكري ولديها قدرة سياسية في إيجاد وتوليد التحالفات وبالتالي تريد أن ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الحلف البحري الجديد أن هناك قدرة لإدارة توازن الرعب مع الطرف الآخر وهنا الإشكالية في قياس مدى قدرة استدامة هذه التحالفات أولاً هنا نتحدث دكتور حسين عن التغيير هنا وجه سوالي أستاذ محمد فرج التغيير الأساسي أستاذ محمد نحن نتحدث عن منطقة تقع تحت النفوذ الأمريكي منطقة الخليج منطقة بحر عمان منطقة الخليج مع مضيق هرموز يعني هذه المنطقة الحيوية نحن نتحدث عن منطقة تحت النفوذ الأمريكي منذ مئة عام تقريباً المناورات وهذه التحركات العسكرية التحركات الإيرانية سابقاً في مضيق هرموز وهي قطعة صغيرة من منطقة المناورات هل يمكن اعتبارها كسر الاحتكار وهيمنة الولايات المتحدة على منطقة أو على ممرات مسطحات مائية هامة وحيوية في هذه المنطقة نحن أمام عملية كسر احتكار فعلياً أعتقد نعم وقد يتجاوز لموضوع مسألة كسر الاحتكار دعنا دعنا نلخص المسألة في ثلاث مشاريع رئيسية المشروع الأول هو المشروع الأمريكي نعم والمشروع الثاني هو المشروع الاوراسي الذي تقوده روسيا والمشروع الثالث هو المشروع الصيني المتمثل بالدرجة الأولى كما تحدثنا في مبادرة الطريق والحزان الآن المشروع الثاني ومشروع الثالث هم مشروعين متحالفين يمكن غير ما في شكل كامل فيه وحدة وصلاع داخل هذول المشروعين. ما بين المشروع الصيني والمشروع الروسي. ولكن الاتجاه العام الميلي العام لهذين المشروعين إنهم في حال التحالف كبيرة في مواجهة المشروع الأول المتمثل في المشروع الأمريكي. الآن نسأل السؤال بطريقة ثانية. هل المشروع الأول المشروع الأمريكي هو في حال التقدم أم في حال التراجع وانسحاب؟ نعم. في عدد من النظريات أو الأدبيات السياسية تنزع باتجاه أن الولايات المتحدة الأمريكية وأن المشروع الأمريكي بشكل عام هو في حالة انسحاب. وفي حالة انسحاب كالتالي بأن الأهداف الرئيسية التي جاءت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط إلى منطقتنا كانت ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو النفط. السبب الثاني هو الأسواق. والسبب الثالث هو مواجهة التمدد الشيوعي المتمثل في الحقبة السوفيتية أثناء الحرب الباردة. الآن لو فككنا هذول الثلاثة عناصر الرئيسية إلى أين وصلت هذه الأسباب. نحكي أن المنظوم الاشتراكي لمتمثل في اتحاد السوفيتية قد انهارت. ولا داعي الآن لمواجهة هذا التمدد الشيوعي. النفط الآن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مخزون النفط الموجود عندها. أصبحت تصدر النفط. ومن جانب آخر وهو جانب مهم أيضا أن النفط كسلعة استراتيجية أصبحت تتراجع في مواجهة مصادر البديل للطاقة. وخلينا نركز على موضوع الليثيوم. وهذا الذي يفسر بشكل واضح لماذا الولايات المتحدة الأمريكية مركزة تماما على أمريكا الجنوبية. على الأرجنتين وعلى تشيلي وعلى بوليفيا للحصول على عنصر الليثيوم اللي رح يشكل عنصر رئيسي في مصادر الطاقة في الحقب القادمة. نكمل على العنصر الأول اللي هو موضوع الأسواق. المؤشرات الاقتصادية كلها خلال السنوات الماضية. بتحكي أن الماركت شير للصين خلال السنوات الماضية اكتسح بشكل كبير في المنطقة. فبالتالي المبررات التي كانت تحافظ على بقاء المشروع الأمريكي في المنطقة. عمالها بتنحسر وتتفكك. أنا برأيي أن الدول التي كانت تحت النفوذ والهيمنة الأمريكية طوال السنوات الماضية. طوال العقود الماضية سوف تكون في حالة حرجة ومضطرة لمراجعة حساباتها بحيث أنها من السهل أنها ستترك وحيدة في هذه المنطقة. ومطلوب منها أن تتفاهم مع التكتل الجديد. وحتى ننتبه لهذا الموضوع نرى خط التعامل السياسي الخارجي الإسرائيلي الذي عماله يركز ويكون حريص دبلوماسيا. مع روسيا. يبني علاقات دبلوماسية قوية مع الصين وروسيا علاقات سياسية وقتصادية. فبالتالي إسرائيل نفسها البابي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. مشروع الرئيسي. مشروع الاستعماري الرئيسي في المنطقة. عماله ينزع لبناء علاقات دبلوماسية جديدة. دكتور حسين على ما قاله سيد محمد فرج هنا في السوديو. تؤكده تقارير غربية. تتحدث عن أن الصين ستصبح قوة الاقتصادية الأعظم في العالم في غضون عشر سنوات. تتحدث أيضا عن تطوير نظام مالي عالمي ينهي هيمنة الدولار بالشراكة مع روسيا. أيضا في غضون خمس سنوات حسب بعض تقارير الغربية. هذا يعني كما قال ضيفي هنا بأن الإيرانيين أخذوا الجانب أو الخيارات المستقبلية الصحيحة. وبالتالي نحن نتحدث عن تحالف صاعد. عن تحالف يكسر الاحتكار والهيمنة الأمريكية. تحالف أقوية. بينما في المقابل كثير من الحلفاء أو الدول المنطقة التي تضع بيضها في السلة الأمريكية ستجد نفسها في نهاية المطاف. دون دون مكاسب حقيقية. هذا في مبالغة؟ أو كلام ممكن يعني هذا كلام معقول منطقي؟ لا أكيد أستاذ كمال هذه مبالغة. أنا أتذكر أول من رحلت لأروقت الجامعة في العراق في جامعة النهرين. سمعت كلام في الأزمة المالية العالمية. أن أمريكا سوف تنهار وانهارت وانتهت وستذوب وستبرز العالم متعدد الأقلاب. هذه رؤية روانسية في عالم السياسة. أنا أتوقع أن المملكة العربية السعودية التي الآن هي قوة إقليمية مؤثرة. يعني وتتوازى مع إيران في منطقة الشرق الأوسط. وهما قوتان مؤثرتان حقيقة. لأن الآن التوجهات السعودية للاستثمار في رئيس المال البشري. هذا ما يجعلها تتقدم على إيران في هذا الموضوع. وكذلك إيران وقدرتها الديناميكية في مواجهة العقوبات ومواجهة التحديات التي يواجهها. كذلك يعطيها أرجحية في أن تتوازن. لكن التوازي القوتين الإقليميتين مع القوة الكبرى الآن الموجودة روسيا والصين. نجد أن الطرفين الآن يتلاعبان لعباً استراتيجياً مع هذه الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي التعاطي وتعاطي تكتيكي وليس استراتيجي. وأنظر كذلك إن كنا نريد أن نختبر هذه الفرضيات في المسرح السوري. في المسرح السوري الكل كان يعول أن الروس سيبني علاقة استراتيجية تدعم إيران ودعمها إلى نظام السيد بشار الأسد في بقائب السلطة وعملية كذلك الاستثمار في الفوز والنصر لتثبيت السلطة السياسية. لأن هناك فترة طويلة كانت. لكن بالمقابل رأينا أن هناك بيل وتعاون استراتيجي كبير ما بين الكيال الإسرائيلي وما بين الروس. وهذا بالتالي ما أحرج في بعض الأحيان الإيرانيين لأنهم تعرضوا لضربات يعني قد تكون عسكرية قد تكون سبرانية في الأراضي السورية وكان من المفروض أن الحليف الروسي يقدم كل الدعم الاستراتيجي في هذا الموضوع. وبالتالي هنا عقدة الاختبار الآن أمام الإيرانيين. نتوقع أن قضية أولا فرضية والإيرانيين يدركون ذلك حقيقة هم الآن كذلك يتلاعبون تكتيكياً مع هذه القوة إلى حين تصفية إدارة أو تصفير المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الإيرانيين الآن ينظرون إلى أن الانتخابات الجديدة التي ستجري في الولايات المتحدة الأمريكية انفاز الرئيس ترامب في دورة ثانية فقد تعطي موقف للإيرانيين في أن يذهبوا باتجاه عملية بناء صفقة جديدة مع الولايات المتحدة التي بنيت نعم لأن يعلمون الروس والصينيين لديهم عقدة بقضية التكنولوجيا وقضية الامنصاد المستدامة ما تريد قوله بأن إيران لم تحسم الخيار الكامل بالتحالف مع الصين وروسيا إنما ممكن إيران أن تبرم صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال تم التجديد لدونالد ترامب أو في حال إدارة جديدة خلينا أخذ رأي أستاذ محمد فرج وأضيف دكتور حسين علاوي قال في مبالغة لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية القوة الكبرى الاقتصاد الأكبر إلى آخره وفي فارق كبير بينها وبين غيرها لكن اليوم في افتتاحية صحيفة عربية يتحدث يعني تتحدث الافتتاحية عن هذه المسألة وتقول هنا طبعا أقتبس الغرب بات يتعلم اللغة الصينية ويدرسها في مدارسه وجامعاته معظم علماء العرب ما زالوا يتجادلون حول جنس الملائكة وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا ويستوردون كل شيء تقريبا من الخارج بما في ذلك ملابسهم الداخلية العالم يتغير بشكل متسارع بينما يحتشد العرب أو معظمهم خلف هدف واحد وهو كيفية تدمير بعضهم البعض وبأموالهم وتنفيذ للتوجهات الأمريكية كمان شو رأيك بهذا؟ تمام أنا أتفق مع الضيف بأن توصيف الولايات المتحدة أو إمبراطورية انهارت بالتأكيد هذه صيغة مبالغة نعم ولكن توصيف أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بأنها العين التي لا ترمش والقوة المحتكرة التي لا يمكن نهزها أيضا هذه خرافة باتت من الماضي نعم نحن الآن أمام حقبة جديدة عصر جديد تحولات تحولات واضحة تحولات كبيرة ونقدر نلمسها في الملامح التالية صحيح أن العقوبات المالية ضرت في إيران ولكن تاريخ العقوبات المالية على إيران بمناسبة منذ عام 1979 إلى يومنا هذا نحن نتحدث عن أربعين عاما من العقوبات حجبت فيها قطع الطائرات حجبت فيها الأدوية حجبت فيها المواد المختلفة وجدت إيران دائما منافذ وحلول لهذه الأزمات حتى مسألة العملة الصعبة صارت في مقايضة مع الصين الجوستانكس اللي بتمرق النفط الصيني على كل حال كل مرة كان بيطلع فيها عقوبات على الدولة الإيرانية في موضوع النفط سعر النفط في مرات كثيرة لم يكن يتغير هذا يعني النفط الهراني كان لساته موجود في السوق المسألة المهمة في الموضوع أنه هل أمريكا قوة منهارة بالتأكيد لا ولكن هل هي قوة أو هي قوة سوف تضطر إلى الانسحاب من بعض المكتسبات إلى أن تفك بعض الاحتكارات في العالم أنا برأيي آه نحن رايحين لهذا المكان نحن نرى الأزمة الكبيرة التي صارت بين الصين والمتحدة الأمريكية الآن لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الصين على أساس أنها القوة التقنية الملتزمة بمبادئ الهندس العكسية reverse engineering وفقط اليوم الصين عمالها تسبق الولايات المتحدة الأمريكية فإجت الإدارة الأمريكية حركت جوجل حتى تلهي شركة هواوي لبعض الوقت أنها لا تنجز المشروع الذي السيليكون فاني ليس عماله ما تريد أن تقول أساد محمد أريد أن أقول بأن المنافسة في العالم وصلت إلى حد غير مسبوق نحن أمام مرحلة التحولات كبيرة ستقدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية تنازلات كبيرة هي تعاني من عبء التوسع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لم يعدت قادرة تتوسع بنفس الطريقة السابقة برأيي أنها سوف تضطر أن تنسحب بشكل أو بآخر المناورات التي صارت في منطقة إذا تسمح لي بنقطة أخيرة المناورات التي صارت في بحر العرب إلى المحيط الهندي إذا بدنا نتسلسل فيها جغرافيا نحن عمالنا نحكي عن مرحلة استقطابات قادمة وهذه مرحلة الاستقطابات تبدأ من بحر العرب ولا تنتهي عند المحيط الهندي سوف تصل الاستقطابات إلى الهند والباكستان وبالمناسبة الآن في حديث عن قواعد عسكرية صينية في الباكستان تم استئجار ميناء جوادار في الباكستان لعام 2059 من قبل الصين إذن نحن نتحدث عن تحولات كبيرة في أهمية استراتيجية أستاذ محمد لثلاث دول كخط دفاع عن الصين أفغانستان باكستان وإيران لذلك الولايات المتحدة تسعى الهيمن على هذا حائط الصد وأيضا الصين تسعى لحماية نفسها في حائط الصد سنتوقف مع فاصل قصير دكتور حسين أستاذ محمد ومشاهدين ثم نفتح بعده مباشرة ملف العراق بقوم عنها مجددا حياكم الله بين مؤيد ومعارض قسمت الأحزاب والكتل السياسية العراقية إذا إعلان الرئيس برهم صالح استعداده للاستقالة تحالف البناء اتهم الرئيس صالح بخرق الدستور ودعى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مؤكدا تقديم أدلة على تمثيله الكتلة الأكبر بعد لجوء صالح لسياسة قتل الوقت كتائب حزب الله العراق اتهمت رئيس الجمهورية بتنفيذ إرادة أمريكية تخطط لجر البلاد نحو الفوضى وطالبت في بيانها القوى السياسية بالتصدي الحازم لتصرفاته غير المسؤولة في المقابل ثمن تحالف سائرون موقف صالح معتبرا أن المواقف التي تغلب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية جديرة بالاحترام والتقدير أما ائتلاف النصر فرفض استقالة صالح ودعاه لسحبها والاستمرار في مسؤولياته ورفضت الاستقالة جبهة الإنقاذ والتنمية ودعت القوى السياسية إلى مراجعة مواقفها والانتصار لإرادة الشعب الشيخ قيس الخزعلي كان في مقابلة مع الميادين هذا اليوم ضمن برنامج من العراق وقال للميادين أن الرئيس العراقي برهم صالح يقوم بمهام المبعوث الأمريكي إلى العراق بعد أن تعلمت واشنطن من أخطائها السابقة سنتابع ما قال الولايات المتحدة الأمريكية أخذت عبرة أن هذا التعبير الماتي وإن كان قاسي أخذت عبرة في أثناء فترة تعيين رئيس وزراء السابق العبادي أمعاد العبد الميدي كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل السافرة عندما كانت ترسل المبعوث الخاص لمحاربة داعش بريت مكورغ أنا أعتقادي أنها أخذت عبرة من هذا الخطأ فلم ترسل بريت مكورغ ثاني وأقولها وأتحمل مسؤوليتها لكنها جعلت رئيس الجمهورية الحالي يقوم بدور بريت مكورغ الخزع الاتهم الرئيس العراقي بارتكاب مخالفة دستورية من خلال عدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وقال ضمن برنامج من العراق أن أمام الرئيس ثلاثة خيارات وصف كلامه عن وضع استعداده للاستقالة أمام البرلمان ينمو عن مكر وخداع وفق تعبيره إذا فرضنا وليس بإملاءات أجنبية وليس لحسابات معينة داخلية وليس لحسابات مرشح معين يراد تمريره بطريقة وبأخرى إذا كنت كذلك حسابات وطنية فعليك أن تتحمل مسؤولية وتقدم استقالتك حقيقة لو كنت شجاعا فقدم استقالتك أو التزم بالدستور إذا لم تقدم استقالتك ولم تحترم الدستور فأنت وقعت في مخالفة وعليك أن تتحمل النتيجة المقابلة بالنتيجة يجب على القوة السياسية التي تشعر بهمية هذه المسألة أن تعمل على تقديم السيد الرئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية بتهمة الحمث باليمين ومخالفة الدستور وهذه عليها أن يكون مستعدا إما أن يقدم استقالتك أما أن يتراجع ويقوم بواجبة وعلى كل حال هو ثبت مخالفة الدستور وإما أن يقدم استقالته ويتحمل مسؤولية القرار وليكن رمزاً وطنياً لمن يعتقد به أنه وطني وإما أن يتم إقالته ولا طريق آخر دكتور حسين علاوي عود وأحييك أيضاً في هذا الملف من بغداد رأيك أو تقديراتك لما وصلت إليه التوصفات والمواقف من رئيس الجمهورية أكيد ما يحدث الآن من أزمة كبيرة في البلاد وهي أزمة داخلية بالفعل دلالة عن أن هذه الأزمة قد تصاعد تصاعد كبير جداً لا أتوقع أن المستشارين الذين قدموا رؤية إلى كتلة البناء كانوا موفقين في إعطاء صورة واضحة جداً عن ما يدور في ثناية الدستور العراقي حقيقةً هذا الموضوع أستاذ كمال أشكرك أنه تحت الفرصة حتى نخاطب الشعب العراقي به حقيقةً لأنه يجب أن نكون على بينه وحتى الأخوان العرب مشكلة الأساسية في الدستور العراقي أنه كان في الحالة الأولى عندما تكون هناك كتلة أكبر في الجلسة الأولى للعملية الانتخابية ما بعد الانتخابات يذهبون إلى الكتلة الأكبر في عملية تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية لتسمية رئيس مجلس الوزراء حتى يشكل الكابينة الحكومية لكن بعد أن استقالت الحكومة العراقية ووفقاً للنظام الداخلي للحكومة العراقية كان من المفروض أن تسلم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية لم تسلم لأسباب وخلافات سياسية كبيرة وعميقة جداً ذهبوا بها إلى رئاسة البرلمان ووافق البرلمان في جلسة علنية عن هذا الموضوع ما حصل أن المفروض أن سيد رئيس الجمهورية يقوم بتسمية شخص يكلفه برئاسة مجلس الوزراء لكن قيل من قبل كتلة البناء ودفع هذا الرأي ولا أعلم ما الذي دفعه ما له رأيه قانوني دستوري سياسي لا أعلم ما الذي دفع لكن بالمقابل دفعوا باتجاه أن يتبنوا مرة أخرى الكتلة الأكبر وقضية الكتلة الأكبر ومن ثم جاءت كتب متعددة من رئيس مجلس النواب ومن نائب رئيس مجلس النواب وبالتالي رئيس جمهورية عندما ظهرت رسالته في الأمس كان واضح جدا يشير إلى هذا الموضوع رئيس الجمهورية لم يتعدى أن أتوقع العرف الدستوري والسياق الدستوري ولكن بالمقابل حتى الآن ما يريد منه كتلة البناء في الأمس عندما أصدر الكتاب الذي قال فيه في بيانه الإعلامي قال أننا سنحاسب رئيس الجمهورية وسندعو البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لماذا لم يقرأوا الدستور؟ الدستور صريح جدا يقول أنه في حال توجيه المحكمة الاتحادية تهمة إلى السيد رئيس الجمهورية وهو حقيقة لم يقم بتهمة لأنه قدم السياق الدستوري والسياق السياسي وكذلك استخدم قضية الحفاظ على السلم الأيلي وهنا العقدة الأساسية التي كانت من خلال كتلة البناء أن تلاحظ من سترشح وفقا للمواصلات لأن المرجعية العليا في النجف الأشارة فقد أشارت بصورة واضحة جدا أنها تحتاج إلى مرشح غير جدلي وهذه كانت واضحة من قبل المرجعية في خطابها لخطبة الجمعة الماضية لكن بالمقابل ذهبوا بمرشحين اثنين جدليان وهذا بالتالي ما جعل السيد الرئيس الجمهورية يقدر المصلحة الاستراتيجية للدولة ما بين خطاب المرجعية ومطالب الشارع وفي جارة قضية الأمن والاستقرار مهمة جدا كانت في خطاب السيد الرئيس الجمهورية أستاذ محمد فرج طبعا في تفاصيل المشهد العراقي شراحة دكتور حسين في نقاش دستوري في نقاش حول الكتلة الأكبر في نقاش حول التدخلات الخارجية في نقاش الأزمة معقدة ومتعددة الأوجه وتبدو بأنها ذائبة للتصعيد لكن بالمقياس الأقليمي ومقياس ما يجري في المحيط توصيف التصعيد الآن أو مؤشرات التصعيد في العراق على ماذا تدل؟ يعني أنا دعني أنطلق من عدد من الملاحظات التي تفضل فيها الضيف الكريم ومما سمعناه أيضا في اللقاء الذي سمعته عمليا مع السيد الخزعلي مما فهمته في اللقاء مع السيد الخزعلي كان هناك توصيف لخرق دستوري بأن رئيس الدولة لا يصح له أو لا يحق له دستوريا بأن يرفض اسم مرشح للكتلة الأكبر والآن الأخ العزيز يتحدث عن أنه يصح أو أنه هذا ليس خرقا دستوريا أنا صراحة لست مطلعا في تفاصيل الدستور العراقي في هذه الحيثية أول ما أشار إلى دكتور حسين وكأنه أشار إلى أنه مسألة الكتلة الأكبر هي بعد الانتخابات ليس بعد أن تشكل حكومة وتستقيل حكومة صح دكتور حسين هذا ما تريد ما أردت قوله وهذه حالات موجودة في الدستور العراقي تمام تمام الآن الإشكالية الأكبر والمقلقة سواء في المشهد العراقي وأيضا حتى في المشهد اللبناني أنه إحنا في دول منطقتنا الآن لا نحتمل أي شكل من أشكال الفراغ السياسي المركب وهذا الفراغ السياسي المركب الذي يمكن أن ينتقل من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة إلى مجلس النواب وإذا كان الثالوث بشكل أكبر فنحن في مصيبة كبرى لأنه هناك حالة فراغ سواء في الجانب السياسي من ناحية السلطة أو سواء في الجانب الشعبي من ناحية التحركات نحن نعاني في المنطقة في منطقتنا من تحركات بلا رأس ومن فراغات سياسية داخل السلطة وعندما تجتمع هذه الظروف بشكل كامل أنا برأيي نحن سنكون في حالة كبيرة من الفوضى الآن لماذا عبرت الموجة الثانية دعنا نسميها الموجة الثانية من الحركات العربية في العراق ولبنان تحديدا أنا برأيي أن دائما هناك في مطالبات محقة دائما نحن نواجه حالة اقتصادية صعبة في منطقتنا ولكن حالات التوظيف السياسي في المنطقة وتحديدا في هذه الدول إرباكا لمحور المقاومة واضحة لكن هنا يبدو أستاذ محمد بأنه عدم أنا هنا أستند لرأيي الدكتور حسين وأراء آخرين ربما أنه في عدم حكمة أو عدم حرفية دعني أقول تجاوزا حرفية سياسية في التعامل مع التحركات الشعبية من قبل قوى محلية يعني بمعنى اليوم هذه القوى الشعبية في فساد في انهيار اقتصادي في زعماء بالتالي هذا الشعب الشعب يخرج من أجل أن يعبر عن رأيه من أجل أن يتخلص من هذه الحالة مع وجود ضغط اقتصادي وإلى آخرين تدخل عليها قوى خارجية لتستثمر فيها لكن القوى المحلية لتستثمر فيها نهائيا بل تعاديها صح؟ صحيح أنا برأيي أن الحل لحالة من هذا النوع تكمن بأن هذه القوى السياسية تقوم بحل الإشكالات الاجتماعية الاقتصادية الموجودة في الداخل لا يوجد طريق آخر يعني لا يوجد طريق آخر غير الذهاب إلى الحلول الاقتصادية الناجعة يعني شو ما صار اختلافات في الطبقة السياسية في النخب السياسي المثقف شو ما صار خلافات على موضوع الدستور تغيير البند خمسة أو تغيير البند عشر أنا برأيي الجمهور الشعب الذي خرج أساسا بحثا عن حلول اقتصادية مش كثير منغمس في مواضيع تعديلات والبند الدستورية وحتى الخروقات الدستورية هو مهتم بتغيير النمط الاقتصادي اللي هو موجود فيه مهتم بالبحث عن حلول اقتصادية الآن بصف أنه إحنا اليوم في جميع التحركات في منطقتنا صار بدنا ما في مجال نعزل ما بين الاقتصادي الطبقي ما بين السياسي الداخلي والإقليمي الدولي صفت المعادلة المركبة مطلوب من القوى الشعبية الموجودة في الشارع ومطلوب من القوى السياسية الموجودة في السلطة إنها تقدم وصف ناجعة للأضلاع الثلاثة خلينا نسمع ما قاله الشيخ الخزعلي فيما يتعلق بقيام الرئيس العراقي بواجباته الدستورية وعدم إدخال البلاد في الفراغ الذي يمكن أن يفضي إلى حرب أهلية سنبتابع ما قال عدم قيام الرئيس الجمهورية بواجب الدستوري في تكليف مرشح الكتلة الأكبر معناه إدخال البلد في المجهود معناه تعطيل الدولة هنا قرارات لا يمكن أن تبقى الحكومة تشكيل أعمال إلى ما لا نهاية قانون الانتخابات يحتاج أن يصادق عليه ذهب رئيس الجمهورية وتركه إلى بغداد وعدم قيامه بواجباته هذا كل مشاكل كبيرة في قاعد البلد في فراغ دستوري عدم تثبيت رئيس الجمهورية عدم تثبيت قائد آم قوات مسلحة معناه بقاء الفراغ الأمني والضعف الأمني ومعناه أنه هذا ممكن أن تستغل الدول المعادية وخصوصا كيان إسرائيلي في إحداث اقتتال داخلي الخزعلي قال أنه يراد المجيء برئيس وزراء يتخذ قرارات بحل الحجد الشعبي وتبرير صفقة القرن وتوطين اللاجئين الفلسطينيين غرب العراق شددا على أن هناك من يتعمد إبقاء البلد بدون حكومة كاملة الصراحية سنتبع مقال يراد أن يؤتى برئيس وزراء معين هذا الرئيس وزراء يستغل هذه الفرصة هذه الفترة لاتخاذ قرارات أساسية تصب في خدمة المشروع الأمريكي أنا قلت هناك مشروع إسرائيلي يريد كذا الثاني المشروع الأمريكي من أهمها دمج الحجد الشعبي أو حل الحجد الشعبي من أهمها هذا الوظائف المرادة إلغاء اتفاقية الصين من أهمها الموافقة على توطين اللاجئين الفلسطينيين في غرب العراق وهذا يجرنا إلى قضية الموافقة على صفقة القرن دكتور حسين علاوي رأيك بهذه المواقف والتحذيرات التي أطلقها الشيخ القيس الخزعلي لا أكيد الشيخ قيس الخزعلي الآن هو جزء من القيادات السياسية التي قادت المرحلة خلال 16 عاما وبالتالي هذه الرؤى السياسية التي هي يعبر عنهم ويعبر عنها حتى القيادات السياسية الأخرى لكن بالمقابل النظر لما ذكره ضيفك حقيقة المشكلة الآن في قضية السياسة الداخلية البحار حقيقة والذهاب باتجاه السياسات الكلية للدولة هذه مشكلة كبيرة الآن جعلت الآن المجتمع محتقن ويحتاج الآن إلى أعمالية التغيير وحتى الشيخ قيس قال في خطابي في الأخير في أخير اللقاء قال أنا أتمنى أنه يحدث التغيير ويحدث قانون الانتخابات وقانون المفوضية لأنه واحد من القوى الدافعة الأساسية التي كانت لعملية التغيير هي هذه القوى الشابة في العملية السياسية لكن هذه القوى الشابة في العملية السياسية لم تستطيع أن تخرج حقيقة بموقف نهائي لدفع القادة الكبار الذين أصبحوا قطة سمان عالية جدا لا تستطيع أن تتحرك وتدفع العملية السياسية إلى الأمام للنظر إلى الشباب للنظر إلى عملية التنمية للنظر إلى عملية الاقتصاد أنا أتوقع قضية القضايا الكليا الكبيرة وهي قضية الكيان الإسرائيلي وقضية صفقة القرن وقضية التابوت الذي قتل حكومة عادل عبد المهدي وهي قضية الصين التي كانت حقيقة لابد من التفكير بها كثيرا جدا قبل الاندفاع عليها لأنها حقيقة على أرض الواقع الصينيين لن يتقدموا شيء في الأراضي العراقية ولا في منطقة الشرق الأوسط بدون دعم أمريكي واضح جدا في هذا الموضوع لأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ من الفراغ وتكلمت حضرت في أجزء الأول بس هون دكتور حسين هون لا تقاس المسألة بالمسألة العملية إنما بالمبدأ عندما يتخذ رئيس وزراء قرارا سياديا سياديا يدفع الثمن من الولايات المتحدة يعني هيق نظر إلى المسألة وليس من ناحية عملية أجرائية لماذا أستاذ كمان لماذا لأن الولايات المتحدة الماركية قد غيرت العراق وعملت على تغيير النظام لكن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تريد أن تدخل من خلال الأبواب الغير شرعية وإنما تريد أن تدخل من الأبواب الشرعية وبالتالي نعم أعتذر عن مقاطعتك دكتور حسين علاوي رئيس مركز أكد لشؤون الاستراتيجية من بغداد أستاذ محمد فرج الباحث في الشؤون السياسية أشكر حضورك هنا في الاستوديو المسائي انتهت في ختامها تذكير بالعنوين مع انطلاق المناورات البحرية المشتركة الإيرانية الروسية الصينية اليوم هل اكتملت عناصر التحالف بين القوى الثلاث المناورات تنقل التعاون بين الدول الثلاث على مستوى عسكري يتخطى صفقات السلاح فما هي الرسائل إلى واشنطن وحلفائها أنا اعتقادي أنها أخذت عبرة من هذا القطأ فلم ترسل بريت مكورغ ثاني وأقولها وأتحمل مسؤوليتها لكنها جعلت رئيس الجمهورية الحالي يقوم بدور بريت مكورغ الخزعلي يقول الميادين أن رئيس الجمهورية يقوم بدور المبعوث الأمريكي في العراق ويخيره بين الاستقالة أو الإقالة أو القيام واجبه الدستوري لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء